الحقيقة الثانية أحبائي أن موضوع الإنجيل لم ينزل على المسيح هو طبعا أنا بجاوب أحبائي المسلمين أن أنزل على المسيح لا 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 معناش كتاب أنزل على أي واحد كتبه أناص الله القديسون مصوقين من الروح القدس ما في عنا شيء أنزله هذا ضد التعليم المسيحي وضد كلمة الله فنحن لا نؤمن أن الإنجيل أنزل يعني كان موجود في السماء محفوظ في السماء كأنه غير مخلوق وفي زمن معين أنزل على يسوع المسيح ما عنا هذا التعليم فهذه حقيقة مهمة جدا شيء آخر إن هذا الكلام المكتوب بوحي من الروح القدس لم يمليه ملاك على يسوع فالمسيح هو أعظم من نبيه المسيح أعظم من كاهن هو سموه ورفعته وتفوقه هو فوق أي شيء أحبائي هو كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء زمان فهل الكلمة مخلوقة حاشة فإذن إن الكلمة يعني منذ الأزل الكلمة هو يسوع منذ الأزل يسوع موجود له وجود ذاتي منذ الأزل بعدين شيء آخر لما الله بيرسل الإبن يعني الإعلان النهائي الإعلان الأخير أيعقل إنه الله يبعد أي نبي أو أي رسول بعد يسوع المسيح على فكرة أنا بتكلم بكل احترام وبكل محبة عشان لازم تعرفوا وجهة نظر المسيح مثلا في العبرانيين الإصحاح الأول مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهي يعني الماضي المطلق خلاص ما فيش إعلان ما فيش موت مات المسيح ما فيش صلب ما فيش إعلان آخر هو الإعلان الكامل الإعلان النهائي كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهي بعدين الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجدهي ورسم جوهري وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع تطهيرا لخطيانا إيش؟ جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار موارثة اسما أفضل منهم فإذن هذا ما يسمى التجسد يعني الناسوت والتواضع ثم الأمجاد الإلهية رجع إلى نفس المكانة فنحن ما في عندنا شيء اسمه إنجيل أنزل على المسيح ما في عندنا ملائك بيجي وبيملي الكلام ليسوع في المسيح هو أعلى من الملائكة إزاي كيف؟ يعني هو موضوع الإنجيل موضوع الرسالة هو حد ملاك يعني حتى رسول بولوس لما بيكتب لك نيسة غلاطية بقول إن حتى لو ملاك أجاك ملاك تتخيل ملاك يجي يحكي لك بغير الكلام اللي موجود في الإنجيل فليكن محروم أنا ثيمة يعني ملعون محروم لهالدرجة الرسالة المسيحية مهمة جدا أحبائي فما في ملاك يملي على يسوع المسيح ثم أحبائي المسيح لم يكتب الإنجيل هو في الكتبة اللي عاشوا معهم كتبوا عن يسوع المسيح شيء آخر إنه كل بشارة إلها ميزتها إلها لونها إلها جمالها إلها رونقها التناغم والإنسجام كله بيصير بطريقة عجيبة جدا كل واحد عم بيلقى الدوء على جانب من جوانب حياة السيد الرب يسوع المسيح بسموها هارموني of the gospels يعني هذا هو التناغم والإنسجام طبعا هارمون of the gospels ابتدى فيها القديس أغسطينوس في تناغم في إنسجام فما وقفش أمام ملاك حتى يعطي الإنجيل يعد يذكر له آية آية تنزل هو له المجد هو رب الملائكة هو رب السماء والأرض هو رب المجد كما مكتوب عنه فإذن كل بشارة إلها ميزتها الخاصة ثم أحبائي كيف أنزل الإنجيل على المسيح ويدعي صديق المسلم أنه محرف مستحيل كيف يعني كيف هذه المعادلة تزبط كيف ممكن تزبط على فكرة نحن المسيحيون واسمعني كويس ما في شيء عندنا اسمه ناسخ ومنسوخ ما في عندنا إذا في آية ممكن الله يجيب مثلها أو آية أفضل منها نو 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 معناش هذا الإشي ما في عندنا آية بتلغي آية الكتاب كله بسير بتناغم كله مركز على هوية يسوع المسيح على شخصية الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا تمتفق معي أنه الناس يكون منسوخ هذا في القرآن ولكن ليس في الإنجيل فإذا معناش آية بتلغي آية في عندنا مثلا عداد في طقوس تقصية يعني كانت تمارس في العهد مثل الدبائح خلاص اليوم الناس ما بتعمل دبائح اليوم في الذبيح الأعظم الكامل اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المجد لهذا السبب أحبائي نحن نكرز بالإنجيل نكرز بالكلمة نكرز بالمسيح مصلوبا نكرز ببشارة نعمة الله بالملكوت الحقيقي نكرز بإنجيل السلام بإنجيل الحق بإنجيل النعمة بإنجيل المجد وهكذا كل هذه المستميات هي سيرة حياة يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر